في البداية يجب أن أنوه وسأنوه أكثر من مرة أن الكلام اللي أنا حقوله دلوقتي ليس اقتراحي ولا من بنات أفكاري ولا أنا مسؤول عنه أو ليس من اقتراحي ولا بمهدله ولا أنا مسؤول عنه ولا أي حاجة خلاص علشان حضراتكو عندما تريدون الاشتباك مع هذا الكلام تعرفوا مين صاحب الكلام فأنا غير مسؤول عن هذا الكلام لأنه دايماً أما بتكلم في الكلام ده يقول لك عمر عايز لا عمر مش عايز نهاردة اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الطيران رئيس الوزراء قال إيه يؤكد ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإرادات ده مين؟ ده السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات فعمر يخلي مسؤوليته عن هذا الأمر ولكن عمر حيتكلم في الموضوع إنما هناك اتجاه مش اتجاه هناك قرار من الدولة إنها تسلم مطارات للقطاع الخاص فعمر ملوش دعوة ولا أنا عايز أجيب حد ولا وراي حد ولا قدامي حد ولا مشارك مع حد ولا أي حد ولا أي حاجة ولكن عمر يؤيد جداً هذا الأمر اليونان ودي بلد بتعمل مستريح في السنة 30 مليون سايح بتعمل قد إيه؟ 30 مليون سايح بالنظر كده أنا بروح اليونان كتير المطار بتاعهم مش قد مطارنا أو مش قد مطاراتنا يعني مش قد التلات بوابات اللي موجودة في مطار القاهرة إنما اليونان ديت بيجيها في السنة فوق التلاتين مليون سايح إنت يوم ما بتقول يا ليلي عين إنت بتقرب للـ 14-15 اليونان قررت والخبر ده 15 يناير 2024 إنها تطرح 30% من مطار قتينا اللي هو وزارة الظهرة اللي هو بيعدي فيه أغلب السياحة لأنه في ناس تانية بتروح مطارات أخرى لأنه عندهم جزر وعندهم حيات كده إنما غالبية الناس اللي بتدخل اليونان بتدخل من مطار قتينا فالناس قررنا هما حيحطوا في البورصة 30% من هذا المطار إيه الحكاية؟ إحنا عندنا مطار عظيم عندنا ناس بتاكل الطوب وانصخر علشان تعمل شيء عظيم كل يوم عندنا خدمة جيدة خلاص بس كلنا كلنا متفقين إن إحنا محتاجين نحسن، نجود، نعمل أفضل، نوسع علشان نعرف كمان نستقبل السياحة الزيادة، انت محتاج مطار أكبر أقوى علشان تقدر تستقبل السياحة الزيادة، اليونان عملت هذا الأمر لأنها محتاجة ده تتوسع، اليونان بصراحة دولة يعني في السياحة ما تقدرش تقول عليها بيم ولا أي حاجة وهي منافس قوي ليك لأنهم عندهم تقريبا نفس السياحة اللي هي الشاطئية ومش عارف إيه شوية أصار صغيرة كده ما يجوش جنبك حاجة إنما مهمة فأنت في مصر تريد أن يكون عندك مطار أفضل، لماذا لا؟ هات شركة وهنا بقى بنقصين هات شركة دي حقف عندها في طريقة خسخصة مصرية أو طريقة تعاون مع القطاع الخاص مصرية لها طعم القطاع العام، يعني بناكهة القطاع العام كده يعني تلاقي جابه قطاع خاص بس هو قريب قوي من اللي كان قبل كده حاجات كده شكلها غريب، يعمله منقصة مثلا فيجيبه حد ياخد يدفع في محلات، يدفع في إدارة تيرمينل بتاعه يعني الحاجة ما بيبقاش شكلها حلم، لو سمحتم، المسألة سهلة جدا فيه ثلاثة أربع شركات في العالم بتدير مطارات ما عروف إيه يعني ما عارف إيه ما تيجي تقول إيه أذكر أربع خمس شركات تدير مطارات، أقولك واحد اتنين تلاتة أربعة مارس بينهم، اعمل مناصة بينهم، بس روح هاد the best of the best، أحسن الأحسن، أنت ليك إيه في المطار حكت إيه؟ الأمن والإراد، أنت عايز حاجة تاني من المطار؟ أنت كدولة، أنت عايز من المطار إيه؟ أم؟ ليك أمنك دخول، الخروج، الأفراد، البضائع، ده ليك ده في الموضوع ده والإراد، أن أنت تجيب إراد محترم، نحن نعلم أن أغلب مرافقنا تخسر تخسر لإيه؟ وإزاي؟ وإيه؟ ده موضوع أني بنعمل فيه ندوة، إنما اليوم اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي لو كمل صح، أنت حتشوف الصح، أنت ملكش طاعة بقى، ما تدقيقش نفسك فيه سيور عايزة تتجدد، فيه مطاعم عايزة تتعمل، فيه مطاعم عايزة تتفتح فيه جوازات عايزين نزود الشبابيك بتاعتها، فيه مدرج طيران ممكن تعمل واحد زيادة فيه، شوف أنت عايزة وهات الشركة دي تقول لها لو سمحتي أنا عايز دخل كذا 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 عايز مواصفات كذا كذا كذا، أنا مطار القاهرة الدولي، أنا دولة بس غير السياح عندي ناس بتيجي وتروح من ضمن هذه الدولة ملايين، وعندي سياحة بالملايين، وعندي بوتينشل كلمة فوتينشل دي يعني إيه؟ يعني عندي مستقبلي، أنا مستقبلي إن السياحة بتاعتي حتزيد، أنا مستقبلي إن العبور عندي حيزيد، أنا مستقبلي إن أنا الموقع، أنا على رأس أفريقيا، أنا أمام البحر المتوسط، أنا ترانزيت العالم، أنا أهم بلد، أنا حافتح المتحف، أنا 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 أديني، وأعمل لي اللي أنا أعايزه، أرجوكم أنا الأوان، أنتوا جربتوا إدارة الدولة، مش إن إدارة الدولة وحشة، دي عظيمة، بس أنت دلوقتي محتاج ضخ أموال، هل حتروح تاخد من موازنة بتاعة العيش؟ هل حتروح تاخد موازنة السكر؟ هل حتروح تاخد موازنة الصحة؟ هات ما تقعد باشا، لأن أنت عندك جوهرة، عندك لقلقة، هات بقى الشركة اللي تعجبك، بس إيه؟ لو سمحتم ما تجيش تقول لي إيه؟ إحنا عملنا شركة، هتخش الدير، لا، أرجوك، أنا عايز أهمس، عما تيجي تقول لي إيه مثلا، عمر، مين أهم الشركات اللي تدير مستشفات؟ هقول لك، على فكرة دلوقتي بقينا بنعمل إيه؟ على الإيه آي ده؟ الإيه آي تقول له إيه؟ من هم أهم ناس بيديروا كذا؟ تقول لك إنها كذا نمره واحد، نمره اثنين، نمره ثلاثة، نمره أربعة، يا برد، يا إيه آي، يا جوجل، مين أهم شركات بتعمل مثلا تطوير لحضائق السافنة؟ هيقول لك حضائق السافنة دي بيعملها كذا 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 كذا، مين أهم حد بيبيع عمح في العالم؟ مين عنده مش عارف إيه؟ مين أكبر بنك؟ هيديك اللقاء بتاع، هديك بقى دول، وإنت حتناقي من الأول، فيش اختراح هات الأفضل، بتصرفش حاجة، بيوتي، أنا حتفق معاك على عشر سنين، خمستاشر سنة، اعمل لي الأشياء ديت، اديني الإراد ده، اعمل لي الحاجات دي، بس أنا عايز بقى حمامات جمدة عايز سوء حرة عبقراء، أم حدش فيكو سأل ليه السوء الحرة بتاعتنا دايماً فاضية؟ رغم إن فيها نفس الحاجات، ليه؟ عمري ما عرفت إجابة، أي سوء حرة، يعني مثلاً برضو اليونان، وأنا راجع من اليونان، أنا متحمل إيه؟ آه زيت، آه زاتون، آه مش عارف إيه بتاع، الناس وقفة طوابير، طبعاً أنا مش عكلمك عن هيسرو، هيسرو اللي هو هيسرو، هيسرو اللي هو هيسرو، الصندوق السيادي السعودي اشترى منه عشرة في المية، ده ده بيعدي منه سبعة وستين مليون بني آدم، على المطار الأكبر في العالم، لقلوة التاج البريطاني، بيه عشرة في المية، ليه؟ عايز فلوس، الشركة، فيه شركة هي اللي بتدير هيسرو ده، الشركة عايزة فلوس تاخد وتكبر وتطور وتنافس، إنما فكرة يا جماعة المدرسة، يعني وإحنا في ذكرى الرئيس جمال عبد الناصر بنتذكره بكل خير، ولكن اللي كان بيعمله دي كانت مرحلة، لا يمكن حتكمل، الفكرة الناصرية في اقتناء البنية الأساسية، مطاري، حكتي هو مطارك، حيفضل مطار القاهرة الدولي، مش هيبقى اسمه مطار عمر أديب، هو حيفضل حكتك، أنت ليك عنده إيه؟ حكت إيه؟ أمن وإراد، طول ما أنت أمنك موجود وحكتك موجودة، وعارف إيه اللي بيدخل وإيه اللي بيخرج، وسرطتك وحياتك وكل ده وبتاعه، تمام؟ الإراد قد إيه؟ التطوير عامل إزاي؟ ييجوا بقى يتخنوا عليك، تيجي الشركات تتخنى عليك، تقول لك يا فندم أنا حعمل عرض، وإنت عندك المعلمين بقى بتوعك، اللي هو يقعد المتخصصين، السيد وزير الطيران، ناس المحترمين اللي بيفهموا في هذا الأمر، أقعد إعرض علي، إعمالي بريزنتيشن عشر ساعات، وريني شكل المطار ده حيب عامل إزاي؟ نستحق القفزة ولا تصرف حاجة، ملكش دعوة، ملكش دعوة، المطار اللي بيعمل 74% ارتفاع في عدد المسافرين، مطار اليونان عامل 83% زيادة، أنت شفت مطار اسطنبول عامل إزاي؟ طب مطار الأردن دلوقتي مشاكله عامل إزاي؟ إحنا شايلين حمل سقيل، عاملين زي سيزيف والحجر والجبل، اللي هو شايل الحجر على سدرك وطالع بيه الجبل، وكل ما تطلع الجبل الديون واللي مشاكله بتاع تيرجع تاني، هل أنت عندك عمالة زيادة في هذا المطار طبعا؟ عارف إزاي توزعها، عارف إزاي تعمل فيها إيه، عارف إزاي تتصرف معها؟ أرجع تاني وأذكر وأذكر، هذا ليس اقتراح عمر، ولكن هو اقتراح مصطفى، يعني اليوم هذه الخطوة الجبارة اللي بتنظر بها الدولة لواحد من أهم أهم مرافقها هي خطوة شجاعة، خطوة شجاعة، مجموعة مطارات باريس تستحوز على وعد وخمسين في المية من قاس هم مطار الملكة عالية في الأردن، أنا لسه بقولك شوف مطار الأردن بقى شكله عامل إزاي، أيها، وبعد ما اشتروا، المطار بقى شكله عامل إزاي، طيب الأهم، وده أنا روحته برضو، رئيس الوزراء المجري، كان في زيارة لإحدى المؤتمرات، كان بيتفاوض مع إخواننا القطريين، إن هم يشتلوا جزء من مطار بودابس، على فكرة، المجر دولة أوروبية، ولكن لروح المجر يفهم إنها لسه شغالة بالطريقة الشعوعية القديمة يعني، هي دولة بتعتمد على يعني رعاية الدولة للناس وبتاع، والأسعار تبقى رخيصة ودولة لطيفة وكده وبتاع، ولكن في النهاية، هو قال للقطريين، لو سمحتم تعالوا اشتروا جزء من مطار، هو مش بيتخلى عن سيادته، هو مش بيتنازل عن حاجة مهمة، هو المطار موجود على الأرض في بودابست، هو الأمن بتاعه موجود في بودابست، هو الحياة كلها موجود، محدش يأخذ حاجة ويمشي، لكن هو عايز إيه؟ هو محتاج، المشكلة في العالم دلوقتي إيه؟ الكاش، التمويل، هتمول منين، هتجيب منين، انت عندك أحلام وتستحق، مصر تستحق مطارات عظيمة، الشعب المصري داخل مصر وخارج مصر يستحق أن يرى مطار عظيم، تستحق، أيوة، ظروفك تسمح، أنت عندك شيء جيد، بصراحة الناس بتعمل مجود عبقري، يعني أنا لسه الغد دلوقتي بقول تعالى في أي جوازات في العالم، لا يمكن فيه زي جوازات مطار القاهرة، لا يمكن، السرعة والإتقان والتعامل الكويس وكل الحاجات، محتاج بقى بس شوية حاجات تحسنها، حاجات تصلحها، حاجات كذا 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 كذا، فأنت محتاج السبعة واربعين مليون دول، يبقوا مئة مليون، أنت عندك طموح أيوة، طب الطموح ده معاك فلوس؟ لا، طب تعمل إيه؟ الناس بره شافت الموضوع ده، في الهند، مطار، ممبي، نفس الحكاية دخلت شركة أقطاع خاص، دخلت المطار، واشتغلت وطورت، وحسنت، يديك نصيبك تاخد مطار كويس، تعمل حاجة كويسة، أنا أرجوكم، أما تيجي بقى تتعامل معه، أهو، أما تيجي بقى تتعامل، ده سنة 21، يعني من 21 وهم مشتغلين في الكلام ده، أما تيجي تتعامل بقى مع المطار، أرجوك بلاش الطريقة المصرية الشهيرة في عمل الإسناد للقطاع الخاص، ونيجي نقول إيه، ما هم ولادنا، ما هوا برضو المصريين، ما هم اللي حشتغل في المطار ده، مش هنجيب ناس من موزنبيق، لا، احنا هنجيب مصريين يشتغلوا، العمالة مصريين، الأمن مصري، ولكن الإدارة يا باشا، المدير الذي لا يرحم، المدير الذي يريد أن يحقق أرباحا ليورد، ما هو الراجل ده، قاعد أنت اتفقت معه لما مبلغ حيورده، أو تطويرات حيعملها، هو لازم يجيب الفلوس، فما فيش إيه، يا عم با، حاضر دلوقتي، لا، ده الراجل ده حقتلاقي عينه في وسط راسه، زود الأعداد، افتح الأماكن، حسن المطاعم دي، تهدلي أسماء كبيرة، أنا عايز حمامات كسرة، هدي يعمل لي حمامات جديدة، أنا عايز الإصطلاحات بعظيمة، مصر تستحق، الخطوة الثانية هو، عمري لا يقترح، خالص، أنا عارف طبعاً أنا بقولي الكلام ده من سنين، ولما كنت بقوله من سنين، كان يقولك أنت عايز تبيع البلد، لا، أنا مش عايز أبيع البلد، اللي بيجرى أن أنت مبيعش، أن أنت بتجيب شركات تدير، شركات عندها خبرة، ولكن أرجوك، أنا عايز أسامي زاد، تليق بمصر، أسامي تريق، يعني مثلاً، أنتوا عارفين أنا ما بحبش الأتراك قوي، إنما من أهم الشركات اللي موجودة في العالم، شركة تركية بتدير مطارات، أقول لك أكتر، ودي بقى بتعملكوا حساسية، طبعاً الإماراتيين بيديروا مطارات، طبعاً القطريين بيديروا مطارات، طبعاً السويسريين بيديروا مطارات، في شركات معروفة في العالم، أقعد وحط قدامك، وتعالى أقعد يشتغل، أنت عندك طموح نعم، أنت تريد أن تغير نعم، أنت خدت الخطوة الكبيرة، وياريت لو طب ما هو السيد وزير النقل مشكوراً، قال لك لا، هو ده الناس دي حيعملوا الفرنسويين، الكلام ده هيعملوا السوارسة، الكلام ده هيعملوا مش عارف مين، أنا هجيب أحسن ناس في كل حاجة، يعملوا الكلام ده، يقبضني، يعمل السيانة بتاعتي، يزبطني، الحياة تبقى حلوة، أنتو متمسكين بإيه؟ أما تيجي بقى تكلم المواطن، والله العظيم، أنا أصلي بسافر كتير، اسمع المواطن بقى، وهو وقف جنبك، ياه، 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 أقول له يا عمي لا، هو أنت في بره تقدر تعملك، أنت تقدر تفتح بقى أكفال طبور، يقول لي لا برضو، مش عارف ايه، شايف ياه، يا عمي طبيعي في ضغط عدد من الطائرات، مش مبسوطي، طيب، تيجي بقى تكلمه، تقول له طب هنيجي بقى نجيب حاجة هنا، ونحط الحلو هنا والحلو هنا، يطلع لنا سندويتش جميل، يقول لك لا، ما تبعش مصر، دي مصر، ده مطار القاهرة الدولي، دي صالة واحد لي فيها ذكريات وقت أفلام فؤاد المهندس، دي صالة، صالة اثنين، انتو عارفين حضراتكو أن دلوقتي، منقول رحلات كتيرة من صالة ثلاثة على صالة اثنين عشان فيه توسعات، الضغط فضيع، الرجالة بتشتغل في المطار بالتعب، وبالقوة، يعني بيعمله مجهود عظيم، طب مين يقدر يمول ده كله؟ طب انا مش هتكلم عن مصطران، خلاص، إنما الإدارة مهمة لأنه الدولة مدير فاشل، ولا أنتو لسه عندوكو شك، بس أرجوك، لأنه أنا شفت ده، يعني مثلا شفت إيه، كان فيه تجربة عظيمة جدا، حضراتكو هتحكوا عليها، عمر فانتي، دي من سنين يعني، عمر فانتي ده، وصدناوي بتاع مجموعة محلات تاريخية ضخمة كبيرة، يعني تداهي الدبارتمنت ستورز بره، يعني دي كانت المفروض هارودز أو سيلفريجز اللي موجودة بره، أو جاليري لافايات في باريس أو كده، ده فيه فرع موجود في وسط البلد من سيدناوي ولا شاملة، شبه جاليري لافايات، جي قالك إيه، لا بيخساروا بقى وما بنكسبش، وحاجات كده لازم نباعوا، لما باعوهم عملوهم إيه، بقى سوبر ماركت، متعلقة فيه اللحمة كده من دلدلة، أو محلات صغيرة أو بتاع، كان ممكن تروح تجيب إدارة عظيمة، تفضل المحلات ديت منارة للسياحة، إنه اللي بيجي السياحة في مصر، عايز يشتري حاجة، عايز يخش يعمل شابينج، عايز، أو للمصريين يشعروا إن هناك محلات راقية، ديبارتمنت ستور كبير في مصر، لغاية أما إيه اللي حصل؟ أنت بتتسوق فين؟ في المولات، بتاعت مين؟ إماراتيين، الفطيم، سعديين، الحكير، هي دي الحاجات اللي عندك، يعني، معمولة، زي الدنيا ما بتعمل، إنما، محلاتك كلها القديمة، صروتك كلها، كل المحلات ديت، فروع باتة، فروع صدناوي، شاملة، كل ده، لو كنت من، جات بقى الفكرة إيه، إن هو نجيب حد، وحتدفع كام، إحنا عايزين إيجار في الحتة دي خمسين ألف جنيه، خد خمسين ألف جنيه، لا، الملف الفني، مش الملف النقدي، ومش فكرة اللي تعرفه أحسن، اللي ما تعرفوش، هات، حد، تقدر تعتمد عليه، تقدر تحط إيدك في إيده، لا، أهو، حكاة، طب، هو مين اللي باني صالة ثلاثة دي؟ في عهد، الفريق أحمد شفيق، مين؟ هي شركة تركية، هاتحد له سابقة أعمال، له قوة، ويعمل لك بقى الروابط، أنا بربط المطار ده بالمطار ده، إحنا نعمل لك، نساعدك في إنه الترانزيت عندك، إحنا عندنا جماعة لغاية ده وقت الترانزيت، الناس بتقعد على مجموعة كراسي ديئة كده، وتشوفهم في المطار وإنت نازل، وبيتم استعابهم، وفيه تطور وفيه عدد بيزيد، بس إنت عايز الكاش، تجيب الكاش منين؟ عندك حل لين؟ حل الأول، هتبيع نسبة في البورصة، وده أنا اللي أنصح به، عشان الحساسية المصرية، خلاص؟ الحل الثاني، شركة إدارة عالمية، زي ما الكتاب بيقول، حاجة إنت تشوفها كده، تحس إن المطار بيبرق، تحس إن المطارات، مطار الغرداء، مطار شرم، مطار برج العرب، العالمين، كل التطور، إنت ليه، هذه الدولة مصرة، إن هي تعمل الأشياء بالطريقة الصعبة، إنت مصر إنك تحط إيدك في جيبك، وتطلع الفلوس كلها، محدش بعمل كده، كبار رجال الأعمال في مصر، والخارج، هو فلوسه استثمارات أجنبية أو بنوك، هو بيحط من جيبه قد إيه، كلام فارغ، إنما إنت ما بتيجي تشتري، هاتوا شركة استشارات عالمية، أنا شفت ده بره، إنا عايزين نجيب شركة مجموعة شركات للمطارات، في شركة بتجيبها عشان هي تقول لك، إيه هما الشركات اللي ممكن ننقي منها، بياخدوا فلوس، شغلته، النمازج كتيرة، واتكلمت زمان على الأطرات والمستشفيات وكل شيء، يا جماعة، خصوصاً اليومين دول، الساد رئيس الوزراء قال لنا إنه الموضوع هيخد وقت، شكراً، يعني كويس إنه كان واضح، فيه ناس حللت كتير، إنت عارفين زي اللي بيعرف فنجان، فيه ناس حللت قالت إن الساد رئيس الوزراء يقصد في ظرف ست سنين، وفيه ناس تاني قالت ست سنين، وفيه ناس تاني قالت بس أكيد هم مش سنة، أكيد هم مش سنتين، أكيد هم مش تلاتة، يعني إنت عشان تطلع من اللي إنت فيه ده، أكيد مش بعد سنة، مش تشاهم، ولكن هول الضغط اللي موجود عالمياً وداخلياً، بيقول كتب، طيب بما إنك عايز يادن تبني، ويادن تنمي، هتجيبي فلوس منين، إنت لو هتاخد قروض، القروض اللي إنت هتاخدها دي، هتسدد بيها قروض أخر، لو أنت بتبيع أصول، كذا كان، فأنت شغلك يبعمل إزاي، الشراكة، أنا بقولش بقى البيع النهاردة، الشراكة، اللي هو قال عليها السيد رئيس الوزراء، مش عمر، عشان بس برضو تاني، أنا عارف أول مطلع الفاصل، هو عمر أديد بيماء، هو عايزي بيع، أنا مش عايزي أبيعها لحد، تكلموا رسايد رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بيتكلم على إنه تيجي شركات إدارة، خطوة عظيمة، مصر تستحق، المهم بقى تحرك، يالله، يالله، إحنا يا جماعة تعبنا من الفرص الضائعة، تعبنا من البطء، تعبنا من عدم اتخاذ قرارات سريعة، تعبنا من كل هذه الأشياء، تحركوا، وإلا الدنيا حتتحرك علينا، يعني إنت لا إذا لم تتحرك، الوقت صعب ومش سهل، والمطار ده جوهرة، حتة حلوة، حتة ناس تحب تشتغل فيها، ده بوابة مصر، ده ده الحاجة اللي يعني كده، فأنا برجع تاني علشان بس الناس اللي بتقول، إذا كانت سنة، أو اتنين، أو تلاتة، أو أربعة، أو خمسة، أو سئيا كان الراقب، إحنا في الأوقات القادمة، ما عندناش قدرة على الضخ، ما عندناش قدرة على الاستثمار، هات بقى ناس من صحابك، من حبيبك، من الناس ما تعرفهمش، شوف إيه أعظم، أنا بقولك، أنا بقترحش حد، شوف إيه أعظم حد، أنا بنزل مطارات كتير، ساعتها المطار، ماسكوا شركة، مش هي، مش بتاعت البلد دي، مش بقى، ولا، دي دول إيه، لسه بيعين مطار في ألمانيا، من فترة قريبة، ألمانيا، مطار مش شغاله بتاع، بيعوا يا عم، لشركة تقدر تجيب بتاعها، وأنا هتخل معك في الشراكة وكده، فإن شاء الله، الكلام اللي بيقوله أستاذ رئيسي وزره ده، كلام مهم، بس القدرة باعة التنفيذ، وبلاش التاتش المصري، أنا مش عايز تحالف من شركات مصرية، ما عندناش شركة مصرية بتدير مطارات، يعني مش من تخصصاتنا، التخصص ده، زي ما تقول لي إيه كده، فيه عملية معينة، أقولك ده بيعملوه في ألمانيا، ده بيعملوه في فرنسا، خلاص؟ يعني إن شاء الله، تحرك بسرعة، نجيب شركة إدارة جيدة، نعمل معها ديل جيد، الدنيا تتحسن، لأنه الناس في المطار فعلاً، محتاجين كل الدعم، الناس بتعمل مجود كبير، محتاجين دعم كبير، لنفس نقاطك، شكراً للمشاهدة، اب camino